هذا وأكد وزير الخارجية سمح شكري الرفض الكامل للدعاوة التي طرحت في بعض الأرواق الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع زافئير بيتل نائب رئيس وزراء دقية لكسنبورغ الكبرى حيث أكد شكري أهمية عدم التعاون مع الحرب الحالية على تباري أنها بدأت في السابع من أكتوبر الماضي حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني